قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه يشكر لعباده صنيعهم يعطيهم النعم ثم يعينهم على فعلها ثم يشكرهم على أدائها هذا قاية الكرم يهديك للإسلام ثم يعطيك الجنة إذا مت على الإسلام من الذي هداك إلا الله عز وجل ربنا جل جلاله مع سليمان أعطاه الملك فلما شكر قال نعم العبد إنه أواق ومعنا يعطينا رمضان بفضله يفتح باب جنانه ويغلق نيرانه ثم بعد ذلك يقول إن أنتم شكرتم وصمتم وقمتم أغفر ذنوبكم وأبدل كل سيئاتكم إلى حسناته هذا هو الكرم هذا هو عطاء الله عز وجل ربنا عز وجل من كرمه أنه يستحيي إذا رفعت أنت يديك إليه أن يردك صفرا خائبا يديه هذا هو الكريم جل جلاله الله سبحانه وتعالى من كرمه في أعمالنا مثلا الصلوات خمس يكتبها لنا خمسين الحسنة واحدة يجعلها عشر سبعمائة أضعاف مضاعفة لأنه كريم يحب أن يكرم عباده تصوم اليوم فيبعدك بسببه عن النار سبعين خريفة تقوم الساعات في ليلة من ليالي هذا الشهر فيكتب لك عبادة ألف شهر هذا هو كرم الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى شمل بكرمه حتى العاجز حتى العاجز الذي منعه مرضه أو أي ظرف كان عن أن يحضر إلى بيته فيصلي ويصوم يكتب له الأجر كاملا هذا هو كرم الله عز وجل ولذلك بشرى لأخوات المسلمات بعض الأخوات يسأل لماذا كل الأحاديث عن الرجال مثلا من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي طيب والمرأة المرأة ما الذي منعها عن حضر المسجد أنه ليس هذا مكانها مكانها بيتها إذن إن صلت الصبح في وقتها فهي في ذمة الله حتى تمسي وهذا وعد من رسول صلى الله عليه وسلم لماذا لأن الله كريم الكرم ليس فقط للرجال بل حتى للنساء ما داموا هم عباد لله عز وجل من كرمه أن الدال على الخير كفاعله قد لا تستطيع مثلا أن تبني مسجد فإن دليت على مسجد لك الأجر مثله قد لا تستطيع أن تتصدق فإن دليت على الفقير لك الأجر مثله لماذا لأن الله يريد أن يرحم العباد كله إني أتأمل في كرم الله مع المذنب فأقول كيف به مع المطير كلكم تعرفون قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس ثم بعد ذلك ذهب إلى أحد العباد وقال يتوب الله عليه قال ليس لك توبة فكمل به المئة فقتل مئة نفس مئة إنسان يقتلهم ورب يقول من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا ثم بعد ذلك يقبل على الله تائب صادق مقبل منيب فيتيه عالم ويقول ارحل من بلدك إلى بلد آخر فيرحل وبينما هو في الطريق يموت فيتخاصم ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ملائكة العذاب تقول قتل مئة نفس وملائكة الرحمة تقول أقبل على الله فهل خذله الله لا هذا كريم هذا عبد أقبل عليه لا يمكن أن يرده فيرسلوا ملك احكم بينهم فيحكم الملك أن تقاس المسافة فإن كان إلى البلد الطيب أقرب يدخل الجنة تأخذوا ملائكة الرحمة فيأمر الله جل جلاله الغني عن هذا مع كثرة ظنوب هذا الأرض التي إلى جهة البلد الطيب أن تقاربه والتي عن طريق البلد السي أن تباعدي ثم يقيسون المسافة فإذا الباص البسيط قيل أنه شبر واحد فقط فتأخذه ملائكة الرحمة وتشمله رحمة الله هذا هو الكريم إذن فماذا سيعمل ربنا ماذا سيفعل الله عز وجل بعباد تابوا أنابوا قاموا صاموا صلوا أبشروا يا إخوة أبشروا فإن الله تعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أحسنتم العمل واجتهدتم في الصيام واجتهدتم في القيام مرة الليالي والأيام راقبنا الله في صيامنا وراقبنا الله في صلاتنا والله لن يخضو لنا الله عز وجل وهذا هو ظننا بربنا سبحانه وتعالى أبشروا يا إخوة فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أبشروا أيها الصائمون فإن رحمة الله قريب من المحسنين والإحسان عملناه عندما صمنا لا نراقب إلا الله ماذا؟ من يذلي عنا لو أكنا أو شررنا لكننا راقبنا الله هذا هو الإحسان وأتينا الآن إلى بيتهم من يمنعنا؟ هل أتينا نرجو ثوابا من أحد؟ والله ما أتينا إلا حب في الله هذا هو الإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أبشروا أيها الكرام فالرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا أن لله كل ليلة عتقاء من النار ونحن في آخر ليلة قد نكون هذه آخر ليلة فأسأل الله أن تشملنا رحمته ونكم من عتقائه أبشروا يا إخوة فهناك للصائم فرحتان كما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم فرحة عندما تفطر وفرحة عندما تلقى الله عندما تأتي فتقف بين يدي الله فيقول الله لك كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية تجد أن الله عز وجل ادخر لك الصوم لأنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه فأبشر يا كرام الحمد لله الذي أعاننا على صيام ما فات وعلى قيام ما فات وأسأل المولى جل جلاله أن يقبل منا والله يا إخوة إن ربنا كريم وطرقنا بابه كل الليالي الماضيات وسمع دعاءنا وعلم حاجاتنا وعلم إقبالنا وظننا بربنا أنه لا يرد أبدا من طرق بابه فأسأل الله أن لا يخيب ظننا وأن يكون عند ظننا به وظننا به والله حسن أنه كريم حليم عفو غفور يحب العفو جل جلال الله الله عفو يحب العفو جل جلاله فلذلك إخوة هذه آخر ليلة قد تكون وداعا أو نقول لرمضان إلى لقاء بعد عام ليليك الجميل أن صرمت وأيامك الرائعة ذهبت لكننا نعاهد الله أن نبقى على العهد فالصوم ليس في رمضان فقط بل نتبعه ستا من شوال حتى نصوم الدهر كله لا تتركوا الوتر رأيتم لذة مناجاة الله في آخر الليل فعيشوا عليها ما بقي من حياتكم وواصلوا لقاءكم واتصالكم بالله فاصل بالله أعظم الأعمال به القرآن استطعنا أن نختم مرة ومرتين والحمد لله إذا نستطيع أن نواصل يا إخوة إن رمضان فرصة لأن نزداد تقوى وأن نقترب من الله لأنه كريم كريم وهي أيام ونرحل ونلقاه فلعلنا نقابله وهو راضنا